وحيداً يعبر البحار والمحيطات وهو في سن السادسة عشر من عمره عبر طائرة صنعت خصيصاً له ماك في رحلته حول العالم يتبع شغفه لكسر الأرقام القياسية في موسوعة جينيس كأصغر طيار يجوب العالم أنا سعيد جداً لوصولي إلى سلطنة عمان قادماً من سقطرة وغداً أواصل رحلتي إلى الإمارات خلال رحلتي هذه حول العالم أحاول الالتقاء بالشباب والتعرف عليهم وعلى ميولهم وهواياتهم إثنتان وخمسون دولة في خمس قارات موسقط كانت إحدى محطات الطيار ماك ليواصل رحلته عبر العالم وصولاً إلى صوفيا ببلغاريا نقطة الانطلاقة لحظات مليئة بالتحديات والمغامرات تحديات عديدة واجهتها خلال رحلتي نصيحتي للشباب أن يتبعوا شغافهم وأن يقوموا بالأشياء التي يحبونها دائماً لقد سافرت طوال حياتي واستلهمت من أختي زار وعائلتي سأحاول تحطيم الرقم القياسي العالمي لأصغر شخص يسافر بمفرد حول العالم ماك البلجيك البريطاني تعلم الطيران على يد والده وهو طيار محترف سافر معه لمئات الساعات ليحصل بعدها على رخصة طيار خفيف الوزن في سن الخامسة عشر ليبدأ معها شغف الطيران حول العالم منذ محاولات عباس بن فرناس للطيران وصولاً إلى نجاح الأخوان رايت يواصل البشر شغفهم للطيران وما رحلة الشاب ماك رذر فورد حول العالم إلا مواصلة لهذا الشغف من مطار مسقط الدولي محمد بن ناصر الخليلي